وضمن هذه المهازل بطبيعة الحال تبحث دائماً للعصابة عن مخرج في توجيه الأنظار اليوم مثلاً نقرجين بيان ذد لايف بي وكالة الأنباء الفرنسية وبيان شديد اللهجة حيث طالبت هذه من ما يسمى وكالة الأنباء الجزائرية نقرأ لكم المقطع الآن طالبت وزارة الاتصال اليوم لأربعاء وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف الفوري عن حملتها العدائية البغيظة ضد الجزائر وذلك تحت طائلة تطبيق القانون الساري في مثل هذه الحالات والمتمثل في عدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة في الجزائر وجاء في بيان الوزارة التي لقد أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية مرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافة بتجردها من أدنى مقومات المصدقية والموضوعية وأداب المهنة وخلاقياتها يبدو أن وكالة الأنباء الفرنسية كتبت عن الحراجة وكتبت عن وصول أكثر من عشرة ألاف جزائر حسب مصادر إسبانية إلى إسبانيا فالحقيقة رغم امتعاضي وانتقادي لوكالة الأنباء الفرنسية وأنا ربما أشارك جزئيا ما قالته هنا وزارة الخبارجي همار بالحيمر بأن وكالة الأنباء الفرنسية أنا أراها هي أقل وكالة الأنباء موضوعية ومهنية هذا صراحة نحن عندنا معهم تجارب لكن مما لا شك فيه أن الخبر اللي ذكروه وهو عن وصول أكثر من عشرة ألاف حراك جزائري منش عارف إذا كان موضوع آخر أيضا في الخصومة لكن على الأقل في هذا الموضوع هذا صحيح والحقيقة أن العدد ليس عشرة ألاف العدد أكثر بكثير من عشرة ألاف هم قالوا أكثر من عشرة ألاف لكن العدد أكثر بكثير من عشرة ألاف تقديرات الإسبانية تقول أنهم أكثر من خمسة عشر ألف والحقيقة أنهم أكثر من خمسة عشر ألف اللي سجلوهم اللي مروا على البوليس الإسباني على حرس الحرس الإسباني وسجلوهم بينما نحن نعرف أن هناك عدد ربما يعادل أو يزيد قليلا أو يقل قليلا أصلا ما يمرش على حرس السواحل الإسبانية وما يحكموش وما يسجلوش ويبقى في إسبانيا أو يذهب لفرنسا الكثيرين يذهبون إلى فرنسا أو حتى إلى بلجيكا وإلى ليكسنبورغ وإلى ألمانيا وهولندا وغيرهم دول أوروبية وهم لا يعرفون أصلا أنهم دخلوا أو لم يدخلوا لأنهم ليس مسجلينهم جماعة الخبارجي بالحمر هذا اللي يسمى وزير الاتصال والناتقرس باسم الحكومة وأنا لماذا أقول الخبارجي بتعرفون أنا أزم كلماتي لأن خرج أحد زملاء اللي كان معاه يقومون بأبحاث قال أن عمار بالحمر وهذا أستاذ جامعي سمى علي بن سعد خرج قبل فترة قال أن عمار بالحمر كان يكتب التقارير إلى السفارة الفرنسية وقال أنه كانت التقارير تمر وتمرر إلى وزارة الدفاع الفرنسية وأن الذي يشرف على عمار بالحمر هو أدمرال هو أميرال بحري فرنسي أميرال يعني هي لا تقل عن رتبة جنرال البحري يعني وموجودة شهادة أنت هذا الأستاذ وهذا الأستاذ موجود ويدرس أعتقد في فرنسا وتحدث وكتب في الموضوع إذن شهادة من باب مباشر مشكلة أنت على الجماعة هو أنه عندما تكون لايف بي وغيرها من الإعلام الفرنسي أو غير الفرنسي يكتب عليهم ويظهرهم على أساس أنهم حكومة وأنهم يقومون بهذا الشيء وأنهم يفعلون هذا الشيء والإنجازات فهم طبعا يكونوا سعداء مش برك سعداء يزيدوا يصرفوا أموال الشعب الجزائري في شكل هبات في شكل بيبلي سيتي في شكل لهذه الصحافة قبل سنوات مثلا نشروا عن لوموند بشدير لهم بيبلي سيتي كبيرة دفعوا آنذاك خمسة كانت الأخبار تحدث عن خمسة مليون أورو لكن لم تكن فقط لوموند كانت أيضا جرائد إسبانية جرائد أمريكية جريدة واشنطن بوست مثلا عفوا الواشنطن تايمز جريدة الواشنطن تايمز كانت تكتب لهم طبعا الواشنطن تايمز هي لا تساوي شيء على الساحة الأمريكية لكن الناس ربما أحيانا يديروا بيناتهم كونفوجين يعني الناس ربما يخذوها على أساس أنها هي الواشنطن بوست اللي هي واحدة من أكبر الجرائد العالمية لكن كان عندهم وما زال وكانت خرجة أوراق كنا تحدثنا عليها آنذاك فضايح أنهم دفعين أموال للوبيات من أجل تحسين تجميل وضع الماكياج على صورة على الوجه الدميم لنظام الحكم لنظام العصابة في الجزائر إذن بالنسبة للعصابة فرونس فاند كاتس تكون جميلة شفنا تبون كيف يستقبلهم في ربع جولي 2020 ليلة الخامس من جوليا ويقولهم مرحبا بكم في أي وقت وأنتم كذا وأنتم كذا عندما كانت فرونس فاند كاتس تمدحهم كان الأمور جميلة عندما انقلبت عليهم فرونس فاند كاتس نتيجة لوجود قرار في هرم السلطة الفرنسية بنوع من الضغط على العصابة بعد أن اكتشفوا أنهم خدعوهم ولهم جزئيا في قضية مالي أساسا في قضية أنهم جولبوا المرتزق الروس لمالي وأن هذا يضعف الوجود الفرنسي هناك وهم اللي وعدوهم بأنهم يبعثون الجيش هناك وكانوا مشاو في الترتيبات وفي كل شيء لكن الروس قالوا للجماعة الحاكمة أنه نحن الذين بيعكم السلاح وبالتالي لازم تسمعون نحن يعني هم الآن كريشة بين هذا القوتين بعد ما تبين ذلك لماكرون أرفع شوية يده اللي كانت تمدح وكانت خلينا نشوفوا وش على الأقل تصريحات تصريح سريع يعني هي كانت تصريحات كثيرة تصريح سريع قبل أشهر أو قبل سنوات ليست بعيدة ومن قبل أشهر تبون لدي ثقة في الرئيس ماكرون لدي ثقة فيه في كفاءته في نحن نشتغل مع بعض وطبعا عنده تصريحات كثيرة جدا في مدح ماكرون بالمناسبة في ذلك الوقت كان ماكرون يدعم فيهم ولكن كان يشن حملة عنيفة خاصة بعد قضية الصور والمسيئة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشن حملة على المسلمين واللي راي تكبر بالمناسبة الناس بدول أن يتبنوا لعني لما تكلمت عليها قبل أربع شهر لخمس شهر بعض الناس قالوا لي لا لا ربما رك ما كش عايش في فرنسا في الحقيقة ما نعانوا بهذه الطريقة اللي تكلمت عليها لكن هاي تضحت لهم الصورة الآن مع زمور تتضح الصورة أكثر فأكثر ومع كثير من المسؤولين الفرنسيين اللي يشكون هو يزايد على الآخر لكن العمامر أيضا عنده كلام على هذا طبعا صديقهم صديق الجزائر عندما اختلفوا أو عندما وجدت العصابة الحاكمة نفسها تحت الضغط الروسي مضطرة أن تتعاون مع الروس في موضوع المرتزقة فاغنر ودخولهم لمالي واللي بالمناسبة قبل أول أمس دخلوا لهم سياح قالوا أنها جابوا سياح إلى تمرى ستروس لما تنظر إلى صور سياح تجدهم أنهم تقريبا كلهم في العشرينات والثلاثينات واضح أنهم حتى ربما قوات خاصة يعني وطبعا النساء أيضا ربما كانوا جنديات أو كانوا زوجات لمرتزقة فاغنر عندما اختلفوا في هذه النقطة وهذه النقطة مركزية بالنسبة للفرنسيين الفرنسيين بدأوا يحركون الإعلام لأنه عندهم طرق لتحريك إعلامهم فرنسا ليست الإعلام الأمريكي ولا الإعلام الفرنسي ليس هو الإعلام الأمريكي ولا هو الإعلام بريطاني على سبيل المثال أنا لا أنزل حتى الإعلام الأمريكي والبريطاني من أنه قد يكون حيانا تكون عنده تدخلات مع أصحاب الحكم لكن أقل بكثير بكل تأكيد من بعض الجهات في فرنسا فلايف بي وفرنس فاند كات اللي هي بالمناسبة قناة حكومية وحتى تيفي سانك اللي هي قناة حكومية هذه كلها قنوات حكومية خضع لوزارة الخارجية الفرنسية بدأ يتغير أسلوبهم في الخصومة ففطن عمار الخبارجي عمار بالحمر من أن لايف بي تجاوزت الحدود لا تتجاوز الحدود عندما تمدحهم عندما تكذب على المقاومين وعلى المعارضين عندما تشيطن الحراك بشكل أو بآخر ولو كان خفي عندما هذك يعد فرحانين وسعداء وبالعكس يدفع الأموال عندما تأتي في قضية والقضية أكثر من 10.000 حراك صحيحة تقوم القيامة ولا يقعدون هذا هو الأسلوب المتبع عند هذه الجماعة والشيء الآخر هو والفو عمار بالحمر وتبون وشنغريحة والفو الآن على الصحافة اللي راهي كلها تحت الرونجيرس على القنوات اللي راهي تمدح وتزكي وتضخم وتشرخ خطاب الرئيس وعلى المواقع اللي راهي تفعلها ملايير من أموال الشعب الجزائري والقنوات أيضا والصحافة أيضا اللي فقط تذكر من أن هذا النظام وتعطيه في تنسب له أعمال وهي مش صحيحة تمدحه وتقدسه يحتاجون لأبواق بينما الإعلام الحقيقي هو الذي يوصل الحقائق إلى الناس الإعلام الحقيقي هو الذي ينقل الحقيقة كما هي خاصة في المجال الإخباري هناك الرأي وهناك الأخبار في أي قناة في أي موقع أو في أي جريدة أما الأخبار الوقاع فيجب أن تنقل كما هي وأما الرأي فالناس أحرار في أراءهم فالتعبير عنه الإعلام الذي تبنو الآن شعب جزائري كان تصدر عليه حكمه عندما كان يخرج في الحركة ويقول توم أسبابنا يشياتين صحافة الإعلام توم أسبابنا يشياتين شعب جزائري فاصل وأصدر حكم النهائي فيما يسمى بالإعلام الجزائري القائم اليوم طبعا كينغو الإعلام هنا نتحدث عن الأجهزة وأصحاب الدكاكين صحاب الجرائد صحاب القنوات صحاب المواقع وليس عن الصحفيين صحفيين فيهم وعليهم كينغو ما عندوش كرامة مستعد يبيع نفسه ويرستازق ويكتب ويقول شامي بغدادي قول فقط وكين صحفيين لا لتركوا المهنة أو غادروا أو فضلوا يروحوا يكتبوا في أي شيء ما يكذبوش فيه وهذا هم القلة في الحقيقة وإن شاء الله جزائر الشعب عندما تقوم هؤلاء هم اللي يقوموا ويشرفوا على الإعلام لأن كان لهم موقف شريف في وقت الخضوع وقت الركوع وقت التقديس تبو المزور واللي يجبوها